اذا اعجبك الفيديو يرجع اعمل لايك وشير وتفعيل الجرس المواقع كده شيك شوية وفي شغل يعني بصرف عليه ولكن لو الفحص اجدعان بتاع المواقع والله هي ريحكم كتير لما تيجي تبص هنا هتلاقي هتلاقي في كلمة لذيذة جدا مشغل بواسطة انشاء موقع مجاني مجاني يعني ايه يعني حضرتك الموقع ده دومين تست او عايز يكتب كتبها ده موقع يا اخواننا حاجة كده عملها زي وكس موقع بتحط عليه اوالب وبتقدر انك تشتغل وتعمل مواقع مجانية يعني حتى النصابين ما بقاش عندهم ضمير عايزين نصبوا ببلاش النصابين اخواننا عايزين نصبوا ببلاش عايزين حتى يدفعوا تمن والسكريبت اللي احنا بنقول ما يكملوش تلتمون دولار والراجل شغل دماء وانا يكتب تلتمون دولار ازا كانت الناس بيخش عليها اي حاجة ويخش ويسترقوا في التليجرام من غير ما يبقى فيه اي حاجة والاسبتات ولا اي كلام وبيقوموا حطين في رسوم هي جات علي راح الراجل عمله كده موقع اه شكله ظريف وجميل ولكن الموقع طبعا ايه نصب ليه لانه هو اصل معمول مجاني حتى لما تيجي تبص في الخطط بتاعة الاسعار هنا هو لا واسعاره بتاعه عن كسبك هو مش عايز يعمل موقع يعني والله العظيم كوميديا سودا النصبين ما فيش ضمير حتى في النصب يعني النصب كان بيجيب سكريبت وبيقناعك ويفضل يقول لك وممكن يطلع معك حتى بوش عشان اقناعك شوية وبتاعه وبعد كده يختفي لا ده ويصرف شوية ده ما بتصفيفش خالص بص ستين دولار هتكسب اتنين دولار يوميا يا حلاوة يعني ستين دولار هتديك اتمع وعشرين دولار في الشهر ستين دولار في الشهر والتبانين دولار هيديك تلتمون دولار لو حطتrows توان紅 دولار هتكسب تلتمون دولار يوسيد تيBay والو متى وتلاتين دولار هتكسب الف وخمسين دولار اللي هو بص يعني بيقول لك يا كاد المريد أقول لك يعني زي ما تفهمينه ان هو نصاب هو بيقول لك يا عم ضابش بيقول لك انا نصاب يا ام من Yazzy صحنيا بيقول لنا نصاب يعني بص بيبقى مواقع قمة الكوميديا. طبعا انت في واحد بها ايه يعمل فيها ابو الفقاق يقول لك يا باشا داي ايه? ادرب لي ستين دولار واشوفها هاسحب ولا لا. يوم خطي ستين دولار شكرا. شكرا. اهو موقع انا عمل موقع ببلاشة النهاردة. لو كسبت مني خمسة دولار هتقول علي ان اتصم مش هتقول ان اتصم مش فارقة معي. وانا خاصل حاجة. وانا دفعت حاجة. ده برضو من ضمن الكوميديا. خلوا بلقى على فلوتسكو. اه فحص الموقع. الدومين. كل الكلام ده كله هيريحكو والله. هم تبقى فاهم الموقع ده جاي من اين وعمولي ازاي? وايه بيزنس مودل وفعلا بيكسب ولا لا? هترتاح. هو بيقول لك خطة استثمارية ما كاتبش هتستثمار فيه ولا في اي حاجة. الراجل ايه? مريح دي ما هو. خطط لك الخطط والدفع بالشبكة وحطط لك المحفظة بتاعته عشان ايه? اه يكمل النصبات بتاعته. اخدين بالكم حتى هنا بص ان تشوف اعمل استجرام عنا. لا والله. ما عملش. الراجل مش عامل استجرام يعني. مع انه ببلاش برضو مش عايف ما عملوش ليه. فده موقع من ضمن المواقع عشان ما زلت الناس بتسعى انها هتعواض انها هتخش. يقول لك يمكن الاقي موقع مسلا اشتغل خمس ست شهور اعمل لي منه نص مليون جنيه. طبعا الاحلام دي احلام العصار ان رجع نقول لك يا اخوة يا اخوة الحاجة دي انت بتخش مش عارف. ممكن تخش في موقع تفتكر انه هيكمل ست شهور يوم وبقلاشك بعد خمساشر يوم. ممكن تخش موقع تفتكر انه هيقعد خمساشر يوم تلاقيه بقلاشك بعد سبوع. ممكن تخش موقع اه تفتكر انه هينصب بعد سبوع توصل لايه يكمل ست شهور. ملهاش قاعدة. ملهاش قاعدة. ولكن فيه بتبقى حاجات علامات معينة كده الواحد بيعرفها ممكن يقول لك الموقع ده ممكن يطول سنة بس ايه اغلب الحاجات ما تقدرش ان كانت حتى لو عارف ان الموقع موقع يطول ما قدرش ان اقول لك لك يوم ما هيقول لك ان الموقع هتطول هتخش تحط فلوسك وتقوم خسرنا وتجي بعد كده السر هتقول لده احمد علي قال ان الموقع هيطول ولط فيها الغلطة دي قابل كده شرحت موقع ان تدنيه يطول مطولش لانه كان داخل عن طريق موقع كان بيعمل اه زي بيقولوا تأمين كان دفع تأمين عالي فانا قلت طالما دفع تأميني هتطول عبر مليم الفلوس مطولش فاعمل هاش قاعدة ففيه مثل تاني بيقول لك ايه الوقاية خير من العلاك انت بدل ما تخش وتنصب عليك عندك فلوس حطها في مشروع عندك فلوس حطها في اه في الشرط بضاعة بيحمل الانترنت عندك فلوس اعمل محتوى اتعلم بين كورسات تعمل اه تطبيقات او حاجة وتشتغل بيها غير كده اه موضوع انك انت المواقع النصب دي انسى حتى المواقع حتى لو مواقع مأمون مية في المية يعني حتى لو مواقع حكومي المواقع ده ممكن يتكره فلوسك برضو طبع شفت وصل كلفين يعني بولك حتى لو مواقع حكومي ممكن المواقع ده يقع وتحصل مصابة فيه وفلوسك في الطاضيان فهي القاعدة دايما في الاستثمار الاستثمار ما تتحمل خساراته فقط لنقطة النقطة التانية ما تأملش لاي حد يخشي لك على التليجرام وولك انا مستثمر وولك بص الباقة بص صحباتي واتحك عليك بحاجات زي كده انك انت ممكن تقع فيها الموقع غير امن غير اه انا بقول لك حتى نصب مش مش بتاعب نحصل عشان يخط في فلوس ويعرف يعمل حاجة تقنع الناس وننصب عليهم. اه لا حول على قوة الا بالله استرى الله لي ولكم والحمد لله على كل حال. وشوفكم ان شاء الله وحلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.